خلينا نروح معكم الخبر الثاني خاص بانقابة الفلاحين أعلانة انقابة العامة للفلاحين الزراعيين دعمها أيضا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية بعد تأكيد موقف مصر رافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي خطغاز وقال محمد عبد السطار وهو طبعا النقيب العام للفلاحين الزراعيين ان جموع الفلاحين بيؤيدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيدعموه وبيقفون معه في خندق واحد ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني أيضا أشاد نقيب الفلاحين الزراعيين بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولوف شولتس واللي اتسمت أولا بالمصدقية وبالوضوح وبالشفافية وفضحت مخططات إسرائيل تجاه غزة وتجاه مصر أيضا يعني لا أنا أحيي هذا الوعي من نقابة الفلاحين والزراعيين حقيقة لأن كلنا بكل ثقافتنا وبكل تيارتنا لابد أن نتكاتف من أجل إخراج مصر وحل القضية الفلسطينية بشكل آمن لأهلها والشعب